مرحبا صبايا ببلش العد التنازل الى رمضان وصار لازم كل يوم نعمل شغلة جديدة بالبيت وتنظيفة جديدة لحتى نستقبل الشهر الكريم ونحن بيتنا نظيف ومرتاحين ويكون هيك يعني روحانية اعلى لما بيكون كل شي مرتب وتحت ايدنا عم نستعمله نظيف فاليوم رح ساوي غزينة البهارات شوفوا لي هاللي غزينة حالة حالة بس ان شاء الله هلأ رح بلش فيك صلت كتير مأجلتون كل يوم بقول بكرة بعملون بكرة بعملون بس صار وقتون هيك البهارات فوق بعض الصيرة والعلب كتير موسخة للعلب والاغطية هلأ اول شي رح نفضي فضي كل شي عن جدا هذا اسهل طريقة يعني لحتى الواحد ما يتكاسل لتنظيف اي غزانة فتحوا الاغزانة وفضوها فضوها كلها بدون تفكير بتلاقوا حالكم خلاص علقتوا انه ما في عنكن حال تاني غير انه تشتولوا وتنظفوا وتكاملوا فعمل فضيت كل شي وهو جبت كاسات كاسات او صحون رح بلش فضيهم كلهم فضي كل العلاب هلأ انا مو كلهم مع بعض بالاول هيك يعني اسمتن لنصين انه نص نظفتن ونص التاني بعدين مشان ما اتخربات ومشان يصير الشغل يعني اسهل مو هيك كلهم مع بعضو فاخدت قسم منهم فضيتهم مثل ما شفتو وهلأ رح ليفهم رح حط شوية كلور مع دواجلي ما يسخني طبعا لانه مو كل يوم رح نليف العلاب مشان هيك بدون تليفة مرتبة يعني وبدون كلور هلأ بغسلهم كتير منيح ما رح يضللوا اثار بس مشان هيك يعطوا هي اللمعة القوية لانه مو كل يوم رح نفضيوا الليف وبلشت ليف فيون وهون عندي اخطيط العلاب بخون انا كل سنة يعني لما بدي نظف العلاب برجع ببخون بس شوفوا عبيت الدنيا بخاخ يعني لازم حط تحتهم ورقتين وثلاثة مو بعرف يعني هيك على السرعة خلاص حطينا ورقة بقيت شي ساعة منظف المرمرة ما علينا الحمد لله كل حال هلأ بعدما يعني صفوا شوي من المي نجي لمرحلة التنشيف لازم يتنشفوا كتير منيح هلأ انا ما عندي صبر اتركوهم ساعتين يتنشفوا عمه لهم ما عندي صبر ابدا يعني نشفتهم بايدي بس عن جد يعني ما بصير يكون فيهم ولا ايه رطوبة لما بدنا نرجع البهارات على علبة يعني ما بصير يكون فيها رطوبة انه بيخربوا بيسترطب البهارات منشان هيك نشفتهم كتير منيح شفوا بكذا طريقة يعني شي بالمنشفة وشي بالسيشوار لحتى هيك لانه بتحسوا لساعتهم هيك فيه رطوبة وبعدين هيك جبت ايد معلقة خشب بلف عليها البشكيرة وبحاول انه الزوايا من جوا لانه مو هيك مجالهم ديق يعني ما عم استحكم انه نشفهم منيح يعني المهم ينشفوا كتير منيح هلا بعد ما نشفوا ببلش ارجع فضيهم وطبعا انتبهوا ما الواحد ينسى مثلا هدا شو كان هاد شو كان هلا انا ما بضيع يعني من ريحتهم البهارات بعرف هاي شو هاي شو متعودة عليهم يعني بس يمكن لو كلهم فضيتهم سوا ممكن نضيع شوي هلا انا بعد ما خلصت هاي الاول قسم هلا فورا نبلش بالخسم الثاني نفس الكاسات برجع فضي عليهم وبكمل شغل مرحلة تاني نفسها يعني هاي الاغطية كمان ينشفوا عندي يعني لبيما خلصت كانوا الاغطية نشفانين اشتركوا في القسم وهيك صاروا جاهزين شوفوا كيف صاروا عم يلمعوا علماء شوفو هدول مبينين مبينين يعني في فرق بتحسوا هدوليك هدول خلصوا حمام وهدوليك عم يستنوا حمامهن ها 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 ه ها ه Paulo هللا راح نلزق عليه هون هلا راح نلزق عليه هون هاي احلى مرحلة هيك مرحلة التلزيق والكتابة وهو خلاص يعني انه خلصنا يعني بتصدقوا انا كل سنة بقول بدي غير علب البهارات يعني خلاص هدولة بدي يكبهم وبدي اشتري هيك علب جديدة ودائما بيجي بطلع طب ما في احسن منهم حتى اذا بروح السوق ما بلاقي هالحجم المناسب هيك انه طوال وهيك وكلهم متل بعض برجع لقبليفهم وبخطيطهم وبستعملهم صلهم عندي كزا سنة هلا بعد ما خلصت هوني عندي هاي الرفوف انا هيك حط عليها الفنجين قررت تفضيهم وحطة هوني جنب الغاز وحط عليها علب البهارات كلا يعتا هون بحطة بالزاوية وهيك برتبهم بهي الطريقة شو رأيكم بالبهارات هيك على الرفوف هلا انا بعد ما صفيتهم وشليت وحطيت وقمت رجعت غياري ترأيي وما حبيتهم هيك حسيت على الاستعمال اليومي يعني صعب انه لانه بتلاقوا في صفين هيك من جوة يعني كل ما بدي شي بدي نزل العلبة القدامة واسحب اللي وراها والكتابة مو كتير مبينة يعني اللي من جوة مو مبين شو محتوهم شان هيك رجعتهم لمكانهم قلت هون اسهل لي وهيك كلهم قدام عيني هيك يعني ما في شي رفوقهم ولا شي من جوة هيك خلاص كلهم قدامي مبينين وبالأخص مع المري اللي وراهون كتير بتساعد يبين شو هاد وشو هاد فلقيت هون اسهل الشي وتاني شغلي خفت جنب الغاز يعني يتطرتش وزيت ويتوسخوا بسرعة من البخار والدهن وهيك فهم بالغزانة هيك بعاد وبيضلوا نضاف وهلأ هيك خلصت اللخزانة البهارات شو كيف صاروا عميل معوه ونضاف ومرتبين كله فضيت وليفتوا ونشفتوا ورجعت تعبيتهم وحطيت هيك كدفت عليهم هيك صارت البهارات جاهزة لرمضان عن جد يعني برمضان شفتوا كتير من استعمل التوابل والطبخ يعني حلو هيك يكون مجاهزين كل شي حتى شو في شغلات ناقصة جبتها هاي تركتها للبهارات الصحيحة بس كما انه هيك يعني هي قطعة صغيرة مثل هيل فلفل حب رنفل هلا بس هي خلطة كعك هيك بقياني عندي هتركتها وهون يانسون مطحون الشغلات اللي بتكون صغيرة يعني تكون قليلة هيك تركتها بهك علب الصغيرة بس هون لازمني هون جوزت الطيب لازمني محلب على رمضان بقيان بس هات هاي ها البودرة ودول الشغلات كلهم كماني عن جد صارت العلب كتير نظيفة وحلوة شوفوها مثل معلمة يعني شي بيريح النفسية هاي القرفة وهون هدول اللي عملتهم مثل هدا كعك مطحون هدول يعني اللي بستعملون كتير بالطبخات بالاكلات بشغلات الكعك المطحون النشا الكربونات آآ تركتهم هيك كمان مع التوابل لانه كتير بستعملون لشغلات وهون الفانيلا البكون فاودر الميستيكا آآ هدا اسماء الورد هاي ملونات غذائية حاولت كل شي هيك مع بعضه وهون هلا انا كنت حطى البهارات تحت بس هلا هيك نقلتهم لفوق حسيت آآ اريح وارتب وتحت حطيت الصحون اللي كتير بنستعملها تحت ايدينا دائما يعني بالاول كنت حيططها بالصدر بس هون هيك اسرع يعني هدول الصحون كل يوم بشكل يومي كتير ونستعملن بالاخص هدول آآ مشان هيك حطيتهم كلهم جنب ايدنا كله آآ قريب علينا هون شوي تستحون فخار وخشبيات وهدا شتريته على رمضان هيك مكتوب علي رمضان كريم وهون كمان طبقة الثالثة كمان في فخار هون فخار وخشب هدول كمان لسا في عندي محلية بقدر حط شغلات تانية بس هلا هيك صاريت عطوني رقيقون بالبهارات كيف صاروا كتير رتحت عن جد كان هم وخلصت منه هلا هون بق يعني هون في كان باب بلور بس انكسر للاساب انكسر بس يلا بالاول كتير نقهرت كتير كتير وقت نكسر عن جد لانه الخزن يعني ما صلنا زمان شارينون هون ابلور هلأ هون رح ورجيكو نشوف فيه شغلات كماني هون البريكسات لصحون الكبار يعني هدول كماني اه فقلت لكم انقلعت هاي الباب هالطراف انكسر بالاول انقهرت بعدين قلت يلا الحمد الله بعدين فيه شغلة تانية صار هيك اسرع يعني وقت مسلا عم بجلي رجعت لصحون محلن سحبت صحون على السريع ما فيه باب لبي ما استنى افتحه على مهلي بدي يضل انتبه لانه مو بلور كمان الواحد بيخاف لسمح الله ينكسر معه يعني ينجرح ينقذى الحمد الله انكسر الباب وما احد اتقذى ولا احد انجرح ولا احد اصل له شيء اه فهيك كمان صارت اسرع يعني يعني جاد صارت اخد الغراض ورجع بسهولة بسرعة يعني بين ما افتح الباب وسكره وبين انه ما فيه شيء بس يعني كمان بيتركب له باب ممكن بالايام نفصل له باب بلور ونحطه يعني شغلة بسيطة ما انه لصة صعبة اه 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 ا ، يمكنني ذلك والتنظر اليوم الغداء من تحت ايدين ابو معتاز يسلم ايديه عن جد كانت بتجنين كتير طيبة انا ما كنت معه بالمطبخ ولكن صورت كيف عم يعملها عملنا كفتة بالصينية هيك بس طبقتين كفتة بالاول حط بطاطا مقلية نصقلية وبعدين هيك طبقة كفتة متبلة مع البقدونس والبصل وشرحات فليفلة وبصل فوقها وبعدين طبقة كفتة تانية سادة بس ملح وفلفل هيك طبقتين كفتة طبقة متبلة وطبقة سادة وعلوج هيك كلها جبنة وشرحات فليفلة وليمون عن جد كتير كانت طيبة كتير يسلم ايديه يا رب وقت اللي بيعمل اكلات عن جد بتفنن فيهم وبتطلع نكهتهم كتير مميزة وهيك حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوني من اللايكات والاشتراكات سلام